بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلابات سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الأول للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوي رقم واحد أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها دالة رائعة وشاملة حيث قال F دالة معرفة على R بالعبارة F لX2X2X4X5X1 قال وCF تمثيلها البيان في معلم متعامد ومتجنس OEG قال واحد أحسب Limit F لX لما X يأول إلى زائد ما إلى نهاية و Limit F لX لما X يأول إلى ناقص ما إلى نهاية ثم فسر ناتجتين بيانيا ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة F ثم شكل جدول تغيرتها بقى الاستنتج حصرا لF لX من أجل كل X من R ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنحنة CF والمستقيم D ذو المعادلة Y سيئلنا 2 رابعا قال عين معادلة الممازدال طالي المنحنة CF في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب خمسا قال أرسم CF في المعلم السابق ثم سادسا قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي آم عدد وإشارة حلول معادلة اثنان ناقص آم في X مربع زائد اربعة اكس ناقص آم زائد خمسة يسألنا الصفر اللي هي المناقشة البيانية سابعا قال لتكن الدالة G المعرفة على R بالعبارة جي لX يسألنا اثنان اكس مربع زائد اربعة في القيمة المطلقة لX زائد خمسة على X مربع زائد واحد وسي جي تنثلها البيان في معلم متعامد ومتجنس قال أليف أثبت أن الدالة G زوجية باقى الاشرح كيف يمكن رسم سي جي بالاعتماد على ثم أرسم سي جي أكيد في المعلم السابق إذن في الأول أبناء ما أنصحكم هو المحاولة في المسألة ثم متابعة الفيديو النقطة بنقطة حتى تفهموا هذا التمرين إن شاء الله ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق على بركة الله أبنائي في الحل للسؤال الأول حيث قال أف دالة معرفة على R بالعبارة أف لX يسألنا اثنان اكس مربع زائد اربعة اكس زائد خمسة على اكس مربع زائد واحد هنا قال معرفة على R أكيد لأن المقام مجب تماما لماذا لأن اكس مربع مجب ونوضف له واحد مجب إذن المقام مستحيل أن ينعدم لهذا قال معرفة على R واسي أف تمثلها البيان في معلم متعامد ومتجنس أول السؤال قال أحسب النهاية إذن نكتب هنا أولا حساب النهاية لاحظوا إذن بما أن نحن عندنا قال A D F تساوي أن R هي من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية ننطلق بالنهاية الأولى التي هي ديميت F لX لما الX يقول إلى ناقص مال نهاية يساوي أو هنا قال أولا بزائد مال نهاية نطلق بالزائد مال نهاية لا لا ياهم تصبح لنا تساوي لنا لميت X يقول إلى زائد مال نهاية لمن هنا عندنا يا أبناء دالة ناطقة الدالة الناطقة عند المال نهاية اسمعوا جيدا نأخذ أكبر حد في الأس على أكبر حد يعني نصبح لكم هكذا تصبح لنا 2X مربع على X مربع يساوي يذهب هذا مع هذا مباشرة نصبح لنا 2 ثم نفس الشيء عندنا لميت F لX لما الX يقول إلى ناقص مال نهاية تساوي بما أننا قلت الدالة كذلك ناطقة فأكبر حد على أكبر حد تصبح لنا لميت 2X مربع على X مربع لما الX يقول إلى ناقص مال نهاية وتساوي يذهب هذا مع هذا تصبح لنا 2 الآن حسبنا النهاية عند كل من الزائد مال ناقص مال نهاية ثم قال ثم فسر النتيجة هندسيا أو بيانين التفسير نكتب هنا التفسير البياني للنهاية التفسير البياني هنا تقول قاعدة إذا حسبت النهاية عند المال نهاية لهم زائد مال ناقص مال ووجدت عدد ووجدت ماذا عدد منتهي يعني ليس مال نهاية فنقول Y يسوي أن ذلك العدد اللي هو Y يسوي 2 مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو بلغة أخرى موازي لمحور الفواصل حتى نفهم جيدا إذا اسمعوا جيدا إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية ووجدت عدد ليس مال نهاية فنقول أن Y ليس X Y يسوي 2 إنه مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال فنتطرق الآن إلى ثانيا ألف قال أدرس اتجاه تغير الدالة F إذا نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة F أكيد على مجال تعرف لهو على R لاحظوا جيدا نقول هكذا الدالة F كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على مجال تعرفيه اللي هو R و عندنا و F أكيد جيدا و F فتحة ل X تساوي لاحظوا أبناء هذه عبارة عن كسرة و عندنا Y على V مشتقة نسبة ماذا تساوي؟ لاحظوا جيدا مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع هذه قاعدة أرجوكم أحفظها مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع إذن هنا لو نطبق على هذا الكلام فنضع هنا هكذا أول شيء ما أنصحكم ضعوا المقام مربع يعني x مربع زائد واحد هذه مربع يعني لا نلمسها أصلا نتركها كما هي الآن نأتي إلى مشتق البسط يعني مشتق هذه القيمة مشتق 2x مربع أكيد هو 4x مشتق 4x أكيد لهو ماذا لهو 4 أما مشتق الثابت دائما يسعي لنا صفرة لأن هذا ينزل إلى هنا وتنقص درجة يصبح 2 في 2 في x زائد إذا كان عندنا هنا عدد مضروف في x إذا قمنا باشتقاقه يبقى إلى العدد أما مشتق العدد يذهب إلى الصفر احفظه هذه القواعد إذا مشتق البسط الآن في ماذا في المقام ليس في مشتق المقام في المقام لهو x مربع زائد واحد ناقص مشتق المقام مشتق x مربع أكيد هو 2x ومشتق الواحد يذهب إلى صفر مشتق المقامي في البسطي في البسطي هو 2x مربع زائد 4x زائد 5 هكذا أبنائي يمكن هنا هذا أن نقوم بمسح هذا القانون وعليكم بحفظه أرجوكم هو يطبق في كل شيء عبارة عن كسر حتى نفهم جيدا أو عن عبارة عن نسبة نصبح لنا f فتحة لx يساوي نضع هنا خط الكسر هكذا وننطلق أولا قلت المقام لهو x مربع زائد واحد هذا نتركه كما هو مربع ثم نأتي الآن إلى النشر هنا يصبح لنا 4x مربع في 4x في x مربع وهو 4x مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا زائد 4x ثم هذا في هذا وهو 4x مربع ثم هذا في هذا يصبح لنا زائد ماذا زائد 4 ثم عندنا هذا في هذا يصبح لنا زائد ناقص 4x مكعب ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص ماذا ناقص 8x مربع ثم هذا في هذا يصبح لنا ناقص ماذا ناقص 10x أرجو قد فهمتم بعدها أكيد سوف يذهب هذا مع هذا مباشرة فصبح لنا f فتحة لx يساوي وقلت هنا لا نتعجل أرجوكم خاصة في هذه الدول من هذا النوع في عملية الحساب إذن المقام لهو x مربع ناقص أو زائد 1 مربع هكذا إذن نأتي الآن إلى هذا مع هذا 4x مربع مع ناقص 8x مربع أكيد سبح لنا ناقص 4x مربع إذن هذا انتهى دوره مع هذا ثم عندنا هذا يأتي مع هذا إذن ناقص 10x زائد 4 x سبح لنا ناقص مع هذا ناقص 6x ثم يبقى لنا هذا لوحده اللي هو كان زائد 4 هذه هي المشتقة يا أبني ودائما أنصحكم في المشتقة لا تتعجلون في الحساب لأن لو تعجلتم في الحساب وكانت النتيجة خاطئة فاعلموا أن بعدها سوف تحدث تناقضات في اتجاه التغير وجدول التغيرات وبعدها يذهب المنحنة وكل شيء لهذا أرجوكم في المشتقة في أي دلة كانت انتبهوا لي الإشارات وتابعوها النقطة بنقطة بعدما أنهينا من حساب المشتقة نأتي الآن إلى إشارة المشتقة نأتي هنا ونكتب هنا إشارة فتحة لx إذن نقول هكذا إشارة فتحة لx أكيد من إشارة ماذا؟ من إشارة البسطة لماذا أبنائي؟ لأن x مربع زائد واحد هذه مهما كان قيمة مجبة من يعني المقام لأن المعروف في الرياضية أنه إشارة كسر من إشارة البسطة في المقام لكن المقام هنا بما أنه مربع فلا نلمسه لأنه مجب لو كان مكعب للمسناه لأن قوة ثلاثية هنا لها تأثير في أعلى لكن بما أنه هنا مربع فلا تلمسه مهما كان أتركه إنه قيمة مجبة الآن نأتي إذن إشارتها من إشارة البسط أي إشارة ماذا؟ إشارة ناقص 4x مربع ناقص 6x زائد 4 هذه عبارة من الدرجة الثانية نقوم بحساب المميز لها المميز الذي هو b مربع ناقص 4 في a في c ال b مربع هنا ناقص 6 مربع لهو 36 ناقص 4 في a لهو ناقص 4 إذن ناقص 4 في c الذي هو 4 تصبح لنا 36 زائد 64 الذي هو 100 وقيمة مجابة تصبح للعبارة جذرين تصبح لنا x1 يساوي ناقص بناقص جذر دالتا على 2a يصبح لنا يساوي ناقص b ال b قلنا هو العدد المضروب في ال x لهو هذا هذا هو ال b وهذا هو ال a وهذا هو الس يصبح لنا ماذا؟ ال b مربع ناقص b معناه ناقص مع ناقص القاني يصبح لنا 6 ناقص جذر دالتا جذر دالتا أكيد الذي هو كم؟ الذي هو جذر مئة الذي هو 10 تصبح لنا ناقص 10 على 2 في ال a وهي ناقص 4 تصبح لنا كم في البصر ناقص 4 وفي المقام ناقص 8 الناقص يذهب مع الناقص تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 0.5 وهي 1 على 2 أو نقوم 0.5 لا يهم ثم x2 يساوي لنا ناقص b زائد جذر دالتا على 2a يصبح يساوي لنا 6 زائد 10 على ماذا؟ على ناقص 8 التي هي 16 على ناقص 8 وتصبح لنا كم؟ تصبح لنا ناقص 2 إذن أين تنعد المشتقة؟ تنعدم عند النصف والناقص 2 ثم بعدها ماذا يحدث؟ ما علينا إلا إنجاز ماذا؟ جدول الإشارة الذي به نذكر تلك الكلمات اللغوية الدالة متزيدة والدالة متناقصة إذن نأتي الآن إلى جدول إشارة هكذا ودائما أستعين بالجدول لأنها تبسط الأشياء هكذا أركزوا جيدا أرجوكم أبناء إحتى تتعلموا إلى هذا التمرين من هذا النوع إذن ها هي أمامكم إذن نكتب هنا x مدلة معرفة من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية وهنا عندنا f فتحة لx أين تنعدم؟ قلنا أنها تنعدم عند ناقص 2 وعندها 0.5 أقول 1 على 2 إذن هنا رمز الإنعدام وهنا رمز الإنعدام الآن مشتقاء قلنا من إشارة البسط البسط من أي دراجة من الدراجة الثانية إذن هنا خارج مجل جذري هنا وهنا نقول نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا عكس ونفس إشارة هذا إذن هنا نضع ناقص وهنا نضع ناقص وفي الوسط تصبح لنا زائد لأن عندنا ناقص 4 قلنا هنا نفس نفس وهنا عكس ثم بعدها الآن نطلع في تلك الكلمات اللغوية يجب أن نكتبهم نقول أدال أف متناقص تماما على المجالين من هم المجالين اللي هم من ناقص مال نهاية إلى ناقص اثنان والمجال الآخر اللي هو من 0.5 إلى زائد مال نهاية ومتزايدا تماما على المجال إذن على المجال اللي هو من ناقص اثنان إلى 0.5 يقول أحدكم يا أستاذ متى نغلق المجال ونفتحه هنا بما أن الدل قبل الاشتقاق فافتحوه معرفة فافتحوه فقوموا بغلقه عادي إلا أنه هنا بما أن المال نهاية لا يمكن أن نقوم بغلق المجال عندها فقط ابنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتي الآن جدول تغيرات إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدل ماذا الدل اف إذن عندنا هنا اكس من ناقص مال نهاية إلى الزائد مال نهاية وعندنا اف فتح لإكس قلنا أين تنعدم تنعدم عند ناقص اثنان وعند صفر فاصل خمسة إذن نضع هنا رمز هكذا ورمز هنا هكذا ثم عندنا قلنا هنا ناقص زائد ناقص ثم نأتي الآن إلى مجال الصور وهو اف لإكس اف لإكس بما أن هنا قال ناقص معناه ننزل إلى غاية هنا ثم نصعد إلى هنا هكذا لاحظوا جيدا ابنائي إذن وهكذا ثم ننزل هكذا فقط عندنا أولا حسبنا النهايات عند الناقص ملنها وجدناها إثنان وعند الزائد ملنها وجدناها إثنان أما هنا فنقوم بحساب صورة الناقص إثنان بالدالة اف يعني نعوذ هنا ونأتي بهذه ونعوذ هنا معناه نعوذ في الدالة تعالوا الآن نعوذ أولا بناقص إثنان سبحانا اف لإي ناقص إثنان تساوي إثنان في ناقص إثنان مربع زائد أربعة في ناقص إثنان ثم زائد خمسة على ناقص إثنان مربع زائد واحد ولا تعجل في هذه القيم لأنها مهمة جدا تصبح لنا هنا كم أربعة في إثنان وهيا ثم هيا ثم هنا durant ناقص ثم آخر زائد خمسة على اثنان مربع وهو أربعة زائد واحد اللي هو كم خمسة تصبح لنا هكذا يذهب هذا مع هذا تصبح لنا خمسة على خمسة التي هي واحد إذن صورة الناقس 2 بالدل F هي ماذا؟ هي واحد لهذا قلت لا تتعجلوا القيمة أن تجد واحد أو تجد أربعة ليس نفس الشيء أن تضع هنا أربعة لا لأن الرسم سوف يتي خاطئ ثم عندنا صورة كذلك الناقس الاثنان الاثنان عفوا 0.5 نقول هكذا F لـ 0.5 يساوي يمكن أن نقول تصبح لنا هكذا 2F لاحظوا وانتبهوا إذا كتبنا هنا صفة 5 نكتبها على شكل هكذا نصف مربع زائد أربعة في واحد على اثنان زائد خمسة على واحد علي اثنان مربع زائد واحد يقول لحدكم لماذا يا أستاذ لأن واحد علي اثنان هو نفسه 0.5 بعدها تصبح لنا تساوي هكذا تصبح لنا واحد اثنان في واحد علي اربعة لماذا؟ لأنه عندنا واحد على اثنان مربع هو الأربعة عندنا كذلك هذا يذهب مع هذا تصبح لنا زائد اثنان ثم زائد خمسة على ماذا؟ على واحد على أربعة زائد ماذا؟ زائد واحد يذهب أكيد هذا مع هذا تصبح لنا تساوي لنا واحد على اثنان زائد سبعة على ماذا؟ على نوحد هنا المقام أربعة أربعة تصبح لنا خمسة على أربعة ركزوا هنا أرجوكم نوحد هنا المقام اثنان تصبح لنا هنا أربعة عشر تصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة عشر على ماذا؟ على اثنان في المقلوب هذا ينقلب فيه أربعة على ماذا؟ على خمسة أولا يذهب هذا مع هذا ويذهب هذا مع هذا صبح لنا الثلاثة في ماذا؟ ركزوا ثلاثة في اثنان التي هي كم؟ ستة إذن نضع هنا ستة أو حسبوا بالآن الحاسب أكيد كذلك عوضوا بصفة فاصل خمسة سوف تجدون ستة أو حسبوا بهذه الطريقة كلاهما المهم عليك أن تضع النتيجة هنا صحيحة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال قد استنتج حصرا لأف لإكس من أجل كل إكس من أر لما يتسمعوا كلمة استنتج إعلاموا أن الجواب يكون في الذي قبله أو في الأجوبة التي قبله إذن نكتب هنا أولا استنتاج حصرا ماذا؟ حصرا أف لإكس لاحظوا هنا وانتبهوا أرجوكم الأمر هنا قمت بجلب جدول التغيير لأن الأمر هنا متعلق بجدول التغيير انظروا ما هي أكبر قيمة وصلت إليه في هذا الجدول الدالة إنه الستة لاحظوا يقول أحدكم إثنان يا أستاذ الله لأن الستة هي أكبر وما هي أخفض قيمة وصلت إليها تصل إليها كم؟ إنها الواحد يعني لو نأتي الآن نقول هكذا مثلا إثنان ونزلت إلى الواحد ثم تصعد إلى الستة ثم تنزل إلى الاثنان انظروا ما هي أكبر قيمة ها هي أكبر قيمة إنها الستة وما هي أخفض قيمة؟ إنها الواحد نقول نلاحظ فقط نلاحظ من جدول التغييرات أن ماذا؟ أن أن من أجل من أجل كل إكس من أر أو ينتمي إلى أر فإن ماذا؟ فإن أف لإكس محصورة ما بين قيمتين القيمة الأكبر هي الستة والقيمة الأصغر هي واحد دون برهان أو عناء كما تلاحظون إذن أكبر قيمة هي الستة وأخفض قيمة هي الواحد فنقول أف لإكس محصورة ما بين الواحد والستة فقط أما إذا كان الأمر متعلق أنها كانت مثلا لاحظوا جيدا كانت قيمة القيمة مثلا التي هي هي الاثنان قلت هي الاثنان فهنا وبما أن الاثنان تقع في النهاية فهنا لا نقول أكبر أو يسوي بل نقول هنا هكذا حتى تتفهموا جيدا نقول اثنان هكذا لأن مستحيل أدى لإكس تسوينا اثنان إنما تقترب إلى الاثنان لأن قيمها لأنها مستقيم مقارب حتى نفعا جيدا أما بما أن الأمر هنا متعلق بقيمة محسوبة هذه أنها الواحد فنضع هنا أكبر أو يسوي الواحد حتى تتفهموا جيدا لأن لا يمكن أن نقول اكس يسوي المال نهاية إنما نقول اكس اكس يؤول إلى المال نهاية أما نحن عندما نقول لكم عوضوا معناه للتقريب المفهوم فقط حتى لا تخطيط عليكم المفاهيم أبنائي فقط بعدما أنهينا مع هذا سؤال نتطرق الآن إلى ثالثا قال عين نقطة تقاطع المنهنة سي أف والمستقيم دي ذو المعادلة يسوي اثنان الذي هو المستقيم المقارب الأفق الذي وجدناه إذن نكتب هنا تعيين نقطة تقاطع ماذا سي أف والمستقيم دي نقول هكذا تقول قائدة نضعها كأن نقول نحل المعادلة أف لإكس يسوي لنا إغراج دائما لإيجاد نقطة تقاطع ما بين منحنيين أو مستقيمين أو مستقيم ومنحنة دائما نقول أف لإكس يسوي لنا إغراج الآف لإكس اللي هي إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة على إكس مربع زائد واحد يسوي الإغراج ها هي قيمة الإغراج اللي هي كام اللي هي الإثنان بعدها ننقل هذا إلى هنا يحدث أن أف لإكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة على اكس مربع زائد واحد ناقص إثنان يساوي السفر أكيد أن نفكر في توحد المقام لما أن 우 نضع هنا هكذا تصبح لنا لما نقل microphones سبحنا 2x مربع زائد 4x زائد 5 ناقص 2x مربع ناقص 2 على x مربع زائد 1 يساوي الصفر لأن وحدنا المقام معنا هذا يضرب في المقام بعدها أكيد سوف ينتج هذا يذهب مع هذا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 4x وهذا مع هذا يصبح لنا زائد 3 على x مربع زائد 1 يساوي الصفر فالرياضيات إذا كان عندنا A على B مع B لا يساوي الصفر فاعلموا أن A هو الذي يساوي الصفر أي كسر يساوي الصفر البسط لأن المقام مستحيل يساوي الصفر هذه من قواعد الرياضيات إذن أي أنه 4x زائد 3 يساوي الصفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا 4x يساوي ناقص 3 ومنه x كم يساوي ناقص 3 على 4 إذا قربناها بالتقريب ناقص 0.7 أو نكتبها ناقص 3 على 4 ثم في الرسم نقربها لذلك ومنه ماذا نكتب؟ نكتب هكذا نكتب cf تقاطر d يساوي النقطة ذات الإحداثيات x كان ناقص 3 على 4 والإجراج في رأيكم كم يا أبني؟ والإجراج إنه الإثنان يقول أحدكم لماذا يا أستاذ إثنان؟ لأن انظروا الإجراج ها هو قد أعطي لكم في نص التمرين ذو المعدل إجراج يساوي إثنان إذا الإجراج كم؟ إنه الإثنان الذي لا يعرف كيف ذلك ما عليك أن يأتي بهذه القيمة ويعوذ في الدلاء فسوف كذلك يجد إثنان أما الأبسط من ذلك أنه الإجراج معروف أنه كم أعطيت له لأن النقطة لها إكس وإجراج الإجراج ها هو قد أعطي لكم كم إثنان والإكس بحثنا عليه حتى تفهموا جيدا حتى كان بمقدوره أن يقول عين فاصلة نقطة تقاطع ها هي الفاصلة أما الإجراج فثابت أما إذا كان المستقيم عندنا مكتب مثلا إيجراج يساوينا مثلا إكس زائد إثنان هنا نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوذ هنا فنجد الإجراج فقط أبناء يعني لا تعوذوا في الدلاء لأن الدلاء سوف تعطيكم تحتاج إلى وقت للحساب فقط يعني نستعمل نوعا ما عقو لنا فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى رابعا رابعا قال عين معادلة المماس دالتا للمنحناء CF في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا معادلة معادلة المماس دالتا حيث أركز هنا مقصود قال للمنحنة CF في نقطة تقاطعه مع محور الترتيب محور الترتيب أولا محور الترتيب التي هي إكس كم يساوي إكس يساوي السفر المعروف أنه المنحنة إذا تقاطع المنحنة مع محور الترتيب دائما أن الفاصلة تكون تساوي السفر دائما أي نقطة تقاطع على هذا المستقيم اعلموا أن فاصلتها تساوي السفر يعني إما يمكن أن يطرح السؤال عين معادلة المماس دالتا للمنحنة CF في النقطة ذات الفاصلة X يساوي السفر أو الفاصلة المعدومة كذلك معناه نأتي إلى هنا ونعوذ بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر وهنا بالسفر فما نجد تصبح لنا خمسة على واحد وهي خمسة إذن معناها النقطة إذا سمينا هذه النقطة A الـ X عندها السفر والـ Y عندها خمسة فتصبح لنا Y يساوي F فتحة للسفر F فتحة للسفر في X ناقص سفر زائد F لسفر يا أبناء يركزوا بما أننا قال نقطة التقاطع مع محور الترتيب فالنقطة التقاطع مع محور الترتيب يعلموا أن الـ X عندها دائما يساوي السفر نذهب إلى الدلة ونعوذ بسفر تصبح لنا كم؟ خمسة معناه F لسفر كم؟ إنها خمسة معناه هذه سوف نعوذ بها في هذا المكان لأنها نفسها F لسفر تصبح لنا ماذا؟ أولا نعوذ ب F لاحظوا F فتحة للسفر نعوذ في المشتقى بسفر هنا سفر 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 و سفر أكيد تصبح لنا أربعة على ماذا؟ على واحد أربعة على واحد إنها الأربعة فهذه الأربعة سوف نعوذ بها في هذا المكان فتصبح لنا Y يساوي أنها كم؟ أربعة في X ناقص سفر لهو X زائد F لسفرها هي قيمته إنها الخمسة فتصبح لنا المعادلة هي Y يساوي خمس أربعة في X اللي هي أربعة X زائد ماذا؟ زائد خمسة هذه إنها معادلة المماس ضلطة عند الفاصلة المعدومة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال جزء خامس اللي هو ننتبه جيدا لأنه نتعلق بأرسم C الكثير يعاني من الرسم يقول يا أستاذنا لما أصل إلى الرسم تختلط عليها الأمور لكن الأمر جد بسيط لاحظوا جيدا أولا في الرسم ما علينا إلا رسم المستقيم المقارب الذي قرأناه لهو كم؟ لهو D هذا الأمر الأول المماس لم يطلبوا منا لم يقول أرسم المماس لو قال أرسم المماس لا رسمناه ثم بعدها ماذا؟ ثم عندنا ما أنصحكم هو القيم الحدية انظروا إلى هذه هل تشبه الحفرة أم الجبل؟ إنها تشبه حفرة انظروا ها هي أمكم الـ X عندها كم؟ ناقص 2 والـ Y كم؟ واحد معناه نذهب إلى النقطة ذات الإحداثيات ناقص 2 ها هي ناقص 2 والـ Y لديها واحد في هذا المكان ونقوم بشيء نقوم برسم شيء يشبه الحفرة هكذا لاحظوا أرجوكم ها هي أمامكم انظروا هكذا ثم نذهب الآن إلى هذه إنها تشبه الجبل يعني قيمة حدية محلية عظمى الـ X لديها كم؟ إنه نصف ها هو النصف إذا أتينا إلى النصف هنا والـ Y كم؟ 6 أن نسمع الـ 6 في هذا المكان ونقوم برسم شيء هكذا أبناء يشبه الجبل وعندنا كذلك نقطة تقاطع المنحنى والمستقيم D وهي كم قلنا إنها ناقل 0.7 يعني بالتقريب في هذا المكان تكون نقطة التقاطع ثم الآن وعندنا كذلك تقاطع مع محور الترتيب حسبناها وهي F كم؟ لسفر F لسفر وجدناها كم؟ وجدناها خمسة يعني ها هي أمامكم ثم الآن يسهل الرسم الآن ليس بداعي أن ننطلق من هنا المهم نتخذ الوضعية التي تساعدني للرسم فنأتي الآن إذا أتينا إلى هنا أكيد من هنا وننزل انظروا ننزل من هذا الجبل لكن علينا أن نمر من هذه النقطة أكيد ومن هنا أكيد سوف نتجه نحو ماذا؟ نتجه لاحظوا أما من هنا سوف نتجه نحو ماذا؟ نحو إيغراج يسعي لنا إثنان هكذا سوف نتخذ الوضعي الأنسب إذن من هنا وننطلق هكذا ثم ينعطف متجها نحو إيغراج يسعي لنا إثنان لاحظوا ها هي أماكم اتجه نحو إيغراج يسعي لنا إثنان وهذا الذي في الحفرة إذا فكر من هنا يفكر أنه يسعد ها هو أمامكم انظروا جيدا من هنا ويفكر يسعد نحو هذه القيمة انظروا هذا ينزل إليه وهذا يسعد ليلتقي في نصف الطريق هكذا في منتصف الطريق ثم من هنا هكذا الآن يعني الرسم في أصله ينطلق من هنا وينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يتجه إلى هكذا ليصل إلى هذا الجبل ثم يتجه نحو إيغراج يسعي لنا إثنان ها هو وبهذا يكون الرسم صحيح يقول لحدكم يا أستاذ لا يشبه منحنة بالبرنامج يا أبناء المنحنة يرسموا باليد ليس بالبرنامج في ولقة الامتحان ونكتب هنا ماذا ونكتب سي آف نسبة إلى الدال آف فقط أرجو قد فهمتم كيفية الرسم إذن من هنا ها هو أمامكم انظروا جاء مع إيغراج يسوي إثنان ليس من هنا ونزل إنما ها هو إيغراج يسوي إثنان من هنا ونزل إلى القيمة الحدية ثم بدأ بالصعود ها هو يصعد 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 إلى أن وصل إلى القمة هنا ها هي القمة ثم نزل هو يريد أن ينزل إلى النقسم لكن هنا عليه أن ينزل إلى الإثنان انظروا ها هو جاء هو يريد أن ينزل مباشرة لكن إثنان أصبح مستقيم وقالف عليه أن يتجه نحوه هكذا الرسم بطريقة جد سليمة الآن بعدما أنهينا مع الرسم سوف نتطرق أبنائي إلى سؤال آخر مهم جدا يخافه الطلبة كثيرا وهو سادسة المناقشة البيانية سادسة قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي عدد وإشارة حلول معادلة إثنان ناقص أم في إكس مربع زايد أربعة إكس ناقص أم زايد خمسة يساعدنا الصفر لاحظوا جيدا الأمر جد جد بسيط يا أبنائي والذي وجد إشكال يكتب درس المناقشة البيانية لكن يشرح بالتفصيل المناقشات البيانية الثلاثة الأفقية والمائلة والدورانية إذن نكتب هنا أولا المناقشة البيانية إذن المناقشة البيانية لاحظوا جيدا قال ناقش بيانيا ما معنى بيانيا؟ معنى هيجب أن يكون الرسم هنا عندنا صحيح إذا كان الرسم خاطئ فاعلموا أن المناقشة سوف تكون نتائجة خاطئة أو حلول معادلة أولا ما هي المعادلة؟ قال إثنان ناقص أم في إكس مربع زائد أربعة إكس ناقص أم زائد خمسة يساوي السفر اسمعوا جيدا بما أن الأمر قال ناقش بيانيا هذا البيان هو لمن؟ لسي أف وسي أف هو منحنى ماذا؟ هو منحنى الدلاء أف إذن اسمعوا جيدا عليكم من هذه المعادلة أن تجدوا أف لإكس تساوي هنا شيء فيه أم لا يهمنا هذا الشيء كيف ذلك؟ من هذه المعادلة اسمعوا جيدا عليكم أن تصلوا إلى هذه القيمة هذه القيمة تساوي شيء فيه أم لا يهمنا شيء آخر؟ تعالوا ننطلق واسمعوا جيدا كما قلت إذن أولا ننطلق وننشر هذا في هذا سبحانا إثنان ماذا؟ إثنان إكس مربع ثم هذا في هذا ناقص أم في إكس مربع ثم زائد أربعة إكس ثم ناقص أم زائد خمسة يساوي السفر وأنا عيني على هذه العبارة تساوي شيء لا يهمنا تلك الشيء حتى تسمعوا جيدا ما رأيكم أبناء أن نأتي بهذا الجزء وننقلهم إلى الطرف الآخر فتصبحنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة يساوينا أم في إكس مربع زائد أم ها هو ظهر الجزء الأول اللي هو البسط الآن ما رأيكم هنا أن نستخرج الآن عام المشترك فتصبحنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة يساوينا أم في إكس مربع زائد واحد هكذا ما رأيكم أبنائي بما أنه في هذا يأتي إلى المقام يعني العبارة معرفة على آر صبحنا إثنان إكس مربع زائد أربعة إكس زائد خمسة على إكس مربع زائد ماذا؟ زائد واحد يساوي ماذا يبقى لنا لما ينقلوا هذا ينقلوا إلى الطرف الآخر يبقى لنا إلا أم وليس بالضرورة قلت يبقى لنا أم قلت شيء فيه أم يمكن أن يبقى لنا أم إكس إكس أم زائد واحد أم زائد عشرة جذر أم المهم لا يهمني ما يبقى المهم هو هذه الجزء ومنه ماذا تصبح تصبح لنا أف لإكس أصبحت تساوي لنا أم أنا أعيد وأكرر لم أقول أن يجب أن تجدوا هنا أم فقط لا إنما يجب أن تجدوا أف لإكس تساوي شيء فيه أم يمكن أن تجدوا قلت أف لإكس تساوي لنا أم زائد واحد أم وربع زائد واحد أف لآم ما ليهم المهم هو عليكم أن تركزوا على الجزء هذا ليس هذا هل وصلنا إلى المطلوب أن أف لإكس تساوي شيء فيه أم نعم ها قد وصلنا بعدما وصلنا إلى هذا الشيء يقول أحدكم هل نكتبه في الإجابة نعم إلا هذه لا تكتبوها في الإجابة هذه أرجوكم أن تكتبوها في الإجابة أن تقولوا أف لإكس تساوي شيء فيه أم لا هذه أنصحكم بعدم كتاباتها أما البقية فاكتبوا هذا التفصيل حتى يعرف المصح من أين أتيت بهذه أف لإكس تساوي أم فأصبحت حلول المعادلة هذه تساوي لنا حلول المعادلة هذه حتى تفهموا جيد لأن معادلتان متكافئتان المعادلتان المتكافئتان هما المعادلة التي لهم نفس الحلول الآن نقول حلول هكذا الآن حلول المعادلة من هي المعادلة؟ أف لإكس تساوي أم هي فواصل نقط تقاطع ماذا؟ سي أف لماذا سي أف؟ لأن هنا متعلق الأمر بمنهانة دلة أف إذن نقط تقاطع سي أف والمستقيم ذو المعادلة ما هي؟ هنا يا أبنائي في مكان الأف لإكس ضاعوا إيجراج يعني تصبح لكم إيجراج يساوي لنا أم الآن ما طبيعة هذه المناقشة؟ طبيعة هذه المناقشة أنه إذا كان أف لإكس يساوي لنا شيء فيه هنا من هنا خالي من إكس لا يوجد كي قيمة الإكس أصلا تجدنا أم مربع جذر أم تجدنا أي شيء المهم لا يوجد في إكس فاعلموا أن المناقشة أفقية حتى ولو تجدوا أف لإكس يساوي لنا أف لأم المهم خالية من الإكس فتصبح مناقشة أفقية كيف المناقشة الأفقية؟ لاحظوا إذا أتينا هنا وقمنا برسم مستقيم ها هو أمامكم ذو المعادلة الذي قلناها لهي إيجراج يساوي لنا كم؟ يساوي لنا هكذا أم دقيقوا كيف تتم العملية ها هو المستقيم أمامكم أبنائي يصبح من هنا سوف هكذا وينطلق بالانسحاب كما تلاحظون هكذا يبدأ بعملية المسحة هذه المناقشة الأفقية كما يوجد لنا مناقشة مائلة يمكن أن تأتيكم مثلا هكذا كما يوجد لنا مناقشة دوران يعني المستقيم يصبح ماذا؟ يحدث دوران أرجو قد فهمتم المناقشات لهذا أكتبوا درس المناقشة البيني الأستاذ نوردين سوف تجدون الدرس في ثلاث حالات الآن لاحظوا وأبنائي ننطلق إذن إيجراج ها هو محور إيجراج دقيقوا لحتى تفهموا إذن محور إيجراج ها هو محور تراتيب يعني من هنا وننطلق من هنا كم تكون إيجراج؟ تكون ناقش مالانيا ننطلق من ناقش مالانيا وننطلق بعملية الانسحاب هكذا إلى غاية زائد مالانيا تعالوا ننطلق ها هو المستقيم أمامكم ينطلق بعملية المسحة كم يوجد من تقاطع؟ لأن قنة هي فواصل نقط تقاطع المنحنى والمستقيم الآن المستقيم الأخضر الذي تلاحظون هل يوجد تقاطع مع المنحنى الأسود؟ لا لا يوجد نحن وننطلقنا أكيد من هنا ناقش مالانيا إن طلقنا من ناقش مالانيا وبدأنا نمسح لا يوجد لا يوجد لا يوجد مثلا هنا كم يكون كم يكون في هذا المكان إيجراج كم يكون الآن؟ يسألنا ناقش واحد ثم هنا كم يكون؟ يكون لنا صفر ثم هنا كم يكون؟ يكون عندنا واحد هل عند الواحد يوجد تقاطع؟ نعم إذن نقول هكذا واحد أم ينتمي من ناقص مال نهاية إلى غاية الواحد مفتوح لماذا مفتوح؟ لحتى نقول أنه في مجال لا يوجد حلول نقول لا يوجد حلول للمعادلة يعني لا يوجد تقاطعات الآن هنا بالضبط كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا واحد ها هو أمامكم يمسه فقط عندما كلمة يمس أو قيمة حد يقول حلا مضاعفا قول دائما عندما مثل حلول مضاعفة هنا أين موجودة؟ موجودة في هذا المكان وموجودة في هذا المكان إذن دائما لما يكون فيها مماس حتى ولو كانت عند المائلة أو الدوران في مماس يوجد حلا مضاعفا ويوجد لها البرهان لذلك الآن لاحظوا جيدا نقول الآن آم ثانيا آم يساوي أنكم واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا قيمته حتى قيمته نعرفها إكس يساوينا كم؟ انظروا أنزلوا هنا كم؟ إكس يساوينا ناقص إثنان هذا هو الحل المضاعف ليس حل وحيد إنما حلا مضاعفا أعيد وأكرر يقول أحدكم ما الفرق بين الحل الوحيد والله؟ لاحظوا إكس زائد إثنان يساوي السفر هنا إكس كم يساوي؟ يساوينا ناقص إثنان هذا حل وحيد أما إكس زائد إثنان لكل مربع يساوينا السفر هنا كذلك تصبحنا إكس زائد إثنان يساوي السفر أي إكس يساوينا ناقص إثنان لكن هذا حل وحيد وهذا حلا مضاعف لماذا حلا مضاعف؟ لأنها يمكن أن نكتب إكس زائد إثنان في إكس زائد إثنان يساوي السفر معناها أصبح لكم هكذا إكس زائد إثنان في إكس زائد إثنان يساوي السفر وهل هذه مثل هذه؟ لا هذه لو نشرت أصبحت من الدرجة الثانية أما هذه من الدرجة الأولى فهنا نقول X زايد 2 سيصف أو X زايد 2 سيصف كلمة حلاني في نفس الوقت هو يسمى الحل المضاعف حتى هنا لا تخطيت أمورنا ويقول أحدكم لماذا قلت هكذا يا أستاذ بعدها أبناء نأتي الآن ليكمل المستقيم سيره أو سحبه انسحابه لاحظوا المسح كم جد الآن من تقاطر؟ واحد اثنان لو نسقط وهم يأتينا في الجهات السالبة ها هو سالب وها هو سالب اتركوه يكمل المسح كم يوجد؟ حلان 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 ها هو بقيه الآن أصبح حل إذن إلى غاية ماذا؟ إلى غاية الاثنان إذن نقول هكذا ثالثا ثالثا أم ينتمي من ماذا؟ من هذا المكان إلى هنا يعني ينتمي لنا من الواحد إلى الاثنان الواحد مفتوح والاثنان مفتوح للمعادلة حلان كيف هما؟ سالبان ومتمايزان يعني غير متسويا حتى نفهم جيدا الآن في هذا المكان هنا لما ينطبق يساوي اثنان على يقرق يساوي أم كم يجد لنا من تقاطر؟ ها هو حلان واحد إذن نقول رابعا أم يساوي إثنان يعني انطبق انظروا انطباق أم يساوي اثنان للمعادلة حلان واحدا كم قيمته؟ إكس يساوي ناقص ثلاثة على أربع لها ناقص صفر فاصل سبعة التي هي نقطة التقطع التي حسبناها مع المستقيم إقرق يساوي اثنان أرجع إلى الفيديو حتى تفهموا جيدا بعدها الآن ها هو أصبح يكمل سيره يقول أحدكم يوجد حل يا أبناء لا تنسوا أن المنحنة ما زال من هنا يكمل سيره هكذا حتى تفهموا جيدا إذن كم يوجد لنا الآن من حل انظروا ها هو بدأت كم ها هو واحد وها هو الآخر في الجهة الأخرى يقول حدكم لا يتقطع معه انظروا ها هو المستقيم ما زال يكمل حتى هنا هكذا لأنه مستقيم بدأ الآن يوجد حلان حلان أحدهما سالب والآخر ها هو أمامكم وجد لحظتم يكمل الآن عملية المسح حلان 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 إلى غاية هنا يوجد كذلك حلان لكن تتغير الإشارة حتى تفهموا جيدا نأتي الآن كذلك نكمل بعد ما تكتبون عملية الحلول نأتي الآن إلى رابعا أو خامسا نعود لي نرى نعم رابعا أمام ينتمي من هذا المكان إلى هنا مفتوح نقول من الاثنان إلى غاية خمسة للمعادلة لاحظوا جيدا إذا قلت نقول للمعادلة حلان مختلفان في الإشارة لماذا؟ لأن واحد يقع في الجهة أو ننزل هنا بالمستقيم واحد يقع في الجهة السالبة من هنا وواحد يقع في الجهة المجابة الآن نأتي إلى هنا يقول حد أكبر لماذا تفصل لأننا قال عدد وإشارة لو قال إلا العدد لا نهتم إلى الإشارة لكن إذا قال العدد والإشارة علينا أن نحترم الآن في هذا المكان كم يكون لنا قيمة الآن إنها خمسة يعني أي قيمة تكون على محور التراثيب تصبح لنا هي قيمة الآن لأن إيجنق يسوي آم حتى تفهموا جيدا ليس دائما هذه القيم تكون لخمسة الخمسة هي قيم أم لا تخيل لو يقول مثلا يقول آم زائد واحد آم زائد واحد معناها أن نقول آم زائد واحد تسوي خمسة معناها آم يصبح لنا أربعة حتى لا تختارت أموركم بما أن إيجنق أصبح آم فأي قيمة يأخذها إيجنق تصبح هي قيمة لآم حتى تنتابعوا الآن في هذا المكان إذا قلنا سادسا آم يسوي لنا كم يسوي لنا خمسة لاحظوا آم لما يأخذ خمسة يوجد لنا حلا كيف هو موجبا لا يهم إشارته أليهم قيمته وحلا معدوما انظروا ها هو الحل المعدوم إذن نقول للمعادلة حلا أحدهما موجب تماما والآخر معدوم أرجو قد فهمتم لماذا؟ لأنها هو موجب والآخر نزل إلى الإنعدام حتى تفهموا جيدا ثم بعدها أبنائي يكملوا الآن المستقيم سيرة انظروا كم أصبها أصبح لنا حلاني مجبا واحد من هنا والآخر من هنا إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذه القمة إلى غاية هذه القمة إذن نقول إذن نقوم بعملية المسح لأنه هكذا نقول الآن سادسا سابعا نقول آم ينتمي من الخمسة إلى غاية الستة يعني من هنا إلى هنا للمعادلة أفوا إذن نقول للمعادلة حلاني كيف هما؟ موجبان ومتمايزان ثم بعدها نأتي الآن إلى هنا إلى القمة نقول ثامنا آم يسعينا الستة للمعادلة حلا موجبا موجبا مضاعفا لماذا؟ لأنها قيمة حدية أو بالدرجة وليس قيمة حدية يمس حتى نفهم جيدا الآن بعدها من هنا ونكمل المسار لا يوجد حلول نقول تاسعا آم كيف هو ينتمي من الستة مفتوح إلى غاية الزائد ما إلى نهاية لا يوجد حلول للمعادلة أرجو قد فهمتم الآن المناقشة البيانية إذن هذا مستقيم أفوقي من هنا لا يوجد حلول لا يوجد هنا حل مضاعف هنا حلاني 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 إلى غاية هنا ثم هنا يوجد حل واحد ثم من هنا إلى غاية هنا يوجد لنا حلاني أحدهما موجب الآخر في هذا المكان واحد معدوم والآخر موجب ثم من هنا إلى هنا حلول حلاني موجب ثم هنا حل حلا كيفا مضاعفا ثم لا يوجد حلول إلى ما لنهاية فقط أرجو قد فهمتم والذي يعاني من ذلك فليكتب درس المناقشة البيانية الأستاذ بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال السابع قال لتكن أو الجزء السابع قال لتكن الدلاجي المعرفة على R B العبارة G لX سعيد 2X مربع زائد 4 في القيمة مطلقة لX زائد 5 على X مربع زائد 1 قال وصي G تمثلها البيانية في معلم متعامد ومتجنس OEG أرف قال أثبت أن الدلاجي زوجية إذن نكتب هنا إثبات أن الدلاجي كيف هي زوجية نعود الآن كأنما للدروس سنة الأولى لشفعية الدلاجي نقول بما أن ماذا هكذا بما أن DG تساوي لنا كم تساوي لنا R فإنها متناظرة بالنسبة إلى ماذا إلى الصفر بالنسبة نقول إلى الصفر لماذا الدلاجي الزوجية يجب أن يكون مجال تعريفها متناظر بالنسبة إلى الصفر هنا عندنا ناقص ملا نهاية وهنا زائد ملا نهاية متناظرتان حتى تفهموا جيدا مثلا تكون متناظرة من ناقص 1 إلى الواحد هل الدلاجي من ناقص 2 إلى الواحد تكون زوجية لا يمكن أن نقول عليها أنها زوجية أولا لأن مجال التعريف يجب أن يكون الصفر مركز ه هنا الصفر هو المركز لكن هنا ليس الصفر هو المركز هذا أول شرط وكذلك الأمر الآخر و و X ينتمي إلى R و ناقص X كذلك ينتمي إلى R و نعود و عندنا G ناقص X يسوي G X هذا كذلك إذن الدلة الزوجية إحذروا أبناء عندها شروط يجب أن تكون مجموعة التعريف لديها متناظرة بالنسبة إلى الصفر و X ينتمي إلى DG و ناقص X ينتمي إلى DG ونأتي الآن ونجد كذلك G ناقص X يسوي G X معناه تصبح لنا هكذا G ناقص X معناه نذهب إلى هنا وكل مكان من X نضع ب ناقص X 2 في ناقص X مربع زائد 4 في القيمة مطلقة لناقص X ثم زائد 5 على ماذا على ناقص X مربع زائد ماذا زائد 1 الناقص X الكل مربع هذه معروفة أنها X والقيمة المطلقة لناقص X معروفة هي نفسها القيمة مطلقة لX هذه لا جدال فيها الآن لهذا من خلال هذه القيمتان إذن قلت هنا ناقص X نعم تساوي هنا التربية لن ننسى التربية أرجوكم إذن ناقص X مربع يساوي X مربع إذن تصبح لنا ماذا تصبح لنا 2 X مربع زائد 4 في القيمة مطلقة لX لأن قلنا القيمة مطلقة لنا X هي نفسها القيمة مطلقة لX زائد 5 على X مربع زائد ماذا زائد 1 أليس هذه نفس هي G لX التي أعطيت لنا في نص التمرير نعم نقول ومنه الدال G كيف هي مت ذلة زوجية أي منحناها البيان يكون متناظر بالنسبة بالنسبة إلى محور الفواصل هل هذا صحيح لا بالنسبة إلى محور الترتيب أرجوكم أبناء ينتبهوا إلى محور الترتيب لهذا قلنا أنه يجب أن تكون مجموعة التعريف عندها متناظرة بالنسبة إلى السفرة ما معناه معناه إذا قلنا هكذا إذا جاء هذا الجزء رسم من هذا الفرع هكذا فالجزء الآخر نناظره بالنسبة إلى هذا ليصبح لنا ماذا ليصبح لنا هكذا والمعروف على الدالة مثلا X مربع إنها دالة متناظرة بالنسبة إلى محور الترتيب لأنها دالة زوجية الآن إذن أرجو قد فهمتم التفسير الكلي إلى هذا إذن قلنا نقول DG يسوي R فإنها ونقص X ينتمي إلى DG وعندنا G لنقص X وجدنا هي G X ومنه الدالة زوجية التفسير البياني أن منحنا هالباني يكون متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب الذي إذا رمزنا له E F فتح فقط بعدها نأتي الآن إلى السؤال الآخر إذن نأتي إلى السؤال الآخر الذي هو B قال اشرح كيف يمكن رسم CG بالاعتماد على CF إذن نكتب هنا شرح كيفية رسم CG انطلاقا من ماذا من CF لاحظوا وانتبئوا ركزوا أرجوكم أبنائي نحن عندنا ماذا CG ها F G هي قيمتها انظروا سوف نقوم بنسخها وإتيانا هنا أمامكم ولاحظوا وجه الاختلاف ما بين هذه وهذه ألا تلاحظون شيء معين ركزوا هنا أرجوكم وانتبهوا معي لو نلاحظ جيدا إلى G ل X تساوي تساوي نقل 2X مربع زائد 4 في القيمة المطلقة لX زائد 5 على X مربع زائد 1 لو نأتي الآن إلى نزع القيمة المطلقة لهذه العبارة ألا تصبح لأن تساوي عبارتان انظروا جيدا لاحظوا صبحنا هكذا نحن نعلم أبناء القيمة المطلقة لX معروف عليها أنها إما أن تساوي X إذا كان X أكبر أو يساوي 0 وتساوي نقص إذا كان X أقل من 0 حيث إذا جئنا إلى اتحاد هذه المجالين سوف نجد R أركز أرجوكم الآن معناه مرة نأتي إلى هذه القيمة المطلقة ونعوذ في مكانها بالX فماذا تصبح لكم تصبح لنا 2X مربع زائد 4X زائد 5 على X مربع زائد 1 أليس هذه القيمة هي نفسها هذه التي بطبعها F لX نعم إنها تساوي F لX لكن متى في هذه الحالة لما يكون X موجب إذن لما يكون X موجب ومرة نأتي بهذا المكان ونعوذ بهذا المكان بالناقس X حتى تفهموا جيدا أرجوكم انتبهوا فقط أرجوكم لأن عندنا هنا الإشكال مع القيمة المطلقة هذه فقط أما هنا إذا عوضنا بالX أو الناقس X مربع تصبح تبقى X حتى تفهموا جيدا معناه تصبح 2X مربع ناقس 4 في X زائد 5 على X مربع زائد 1 يقول أحدكم لماذا عوضتها لأننا قلنا نعوذ هنا بنقس X ناقس X في 4 إنها ناقس 4X لكن هل هذه القيمة عندها علاقة بالF لا يوجد لها علاقة بالF إذن حتى تنتبهوا إذن هذه متى إذا كان عندنا X أقل من الصفر أرجو قد فهمتم إذن معناه كأنما القيمة مطلقة لاحظوا على ماذا تحصلنا تحصلنا على أن G لإكس مرة تصبح تساوي F لإكس في هذا المجال أما هنا G لإكس تساوي هذه القيمة لكن ليس لها علاقة بالF لإكس إذن هنا في المكان الذي أقوم بتحويطه باللون الأخضر ماذا يمكن أن نقول هكذا C G ينطبق على ماذا المجال ما هو المجال الذي هو ها هو أمامكم المجال الذي هو من الصفر إلى غاية الزائد ما لنهاية أعيد وأكرر G لإكس تساوي F لإكس متى معنى لما يكون إكس أكبر أو سيسم ما معنى معنى C G ينطبق على C لكن في هذا المجال هذا الأمر الأول ثم بعدها لكن الدال G كيف هي زوجية أي الجزء الآخر نناظره نناظره عفوا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب يعني المجال الذي على المجال المجال أكيد الذي هو المجال الذي هو من ناقص مال نهاية إلى الصفر حتى تفهموا جيدا الجزء الأول يأتي ينطبق والجزء الذي يبقى لنا من الناقص إلى الصفر هذا الجزء الذي رسمناه نناظره بنسبة إلى محور التراتيب سوف نلاحظ هذا في الرسم الآن نقطة بنقطة أبنائي إذن ها هو الرسم أمامكم ماذا قلنا قلنا سي جي ينطبق على سي أف في المجال من الصفر إلى الزائد مال نهاية إذن نأتي الآن ها هي من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية سي أف ينطبق على سي جي معناه من هنا ها هو سي جي انظروا ها هو الذي نقوم برسمه هذا الجزء الأول إذن من الصفر إلى غاية الزائد مال نهاية سي جي ينطبق على سي أف أم ولكن الدلة جي زوجية أي الجزء الآخر الذي هو الجزء من هنا نناظره بالنسبة إلى محور التراتيب على النجل يعني هذا الجزء نقوم بمناظرته بالنسبة إلى محور التراتيب ها هو محور التراتيب الجزء الذي بقي لنا نناظره معناه هنا نتي إلى هنا ركزوا جيدا ها هو إذا قلنا هنا هكذا من هنا نناظر ها هو الجزء ثم نعود ونقوم بالرسم ها كذا ها هو الآن الرسم أصبح صحيح هذا الجزء ناظر هذا الجزء بالنسبة إلى محور التراتيب ونكتب هنا سي جي باللون الأخضر حتى تعرفوا أن الذي باللون الأخضر هو سي جي والذي باللون الأسود هو سي اف إذن دالة أولا زوجية رسمنا الجزء الأول انطلاقا من أنه سي جي ينطبغ لا سي اف والجزء المتبقي نناظر الجزء هذا بالنسبة إلى محور التراتيب لأن الدالة زوجية فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأننا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا